أنا زعلان عن ناس أنا طبعا زعلان عن نادي إنما زعلان عن ناس الناس محروقين يعني هما بيزعلوا من ناس لما يشتموا اللعيبة وبعدين أنت طب إيه دي يا أخي دي فننت نادي الإسماعيل وبعدين مرتبات كويسة وعقود كويسة يعني عاوز إيه وعند جماهير بتحرك الحجر ما أنت لعبت مش لعبت معه مش هدي عافظ كابت أن أقول لحدك الحجر فيه الناس هو بتتكلم قالوا نفس كلامك قال لك ما فيش حد ياخد برأي جهاز أبدا قال لك اللي عنديه لعيبة كويسة أنا مليش مصلحة أنا مصلحة نادي الإسماعيل ولا يعنيني أي مخلوب أتكلم عليه أنا يعنيني نادي الإسماعيل اللي بقولك الناس بيتحرقوا مش الناس بس وإحنا بنتحرق وأهلينا بتحرقوا واصحابنا كتير بتحرقوا محبين نادي بتحرقوا اللي كل بيحب نادي الإسماعيل أما ليه سيبك أنا أنا مش معه أسامة أنه كل المواقع عاوزة نادي الإسماعيل لا فيه مواقع عاوزة تهد نادي الإسماعيل سواء في شخصية مجلس إدارة في شخصية ناس تانيين في ناس كانوا عاديين وماش يعني فيه ناس ليهم مصلحة يعني ما بس ديه الحاجة الوحيدة اللي أنا ما بدنا معه أسامة في كل كلام اللي قوله إنما احنا الناس غلابة إنت لقدر الله لقدر الله لقدر الله لو الإسماعيل اللي نزل هيبقى فيه إسماعيلية ده أنت هتقول السويس بورس عيد سينة مش هتجيب إسماعيلية القريطة لإنه هتلاقيها بتنمي للعصر يعني للعصر يعني للعصر هاكون ناس نايمة الناس دلوقتي بتكسب ما أنت لعبت وشوفت لا إسماعيل كلها صفرة صفرة وينزلوا في الشوارع وماليه وعيد يعني لما بتاخد بطولة سلطن حسين لما بتاخد بطولة بيجيبوك من على الطريق يعني بيحتفلوه بيك مع عشان توصل توصل 12 كيلو 15 كيلو بتاخدهم في 6 ساعات و7 ساعات شرع سلطن حسين وعلى البحر وعلى وكله بيقعد والإسماعيلات جديدة في الشغل يفتخروا ويفتخروا وتلاقي في البيت الناس ما يفتخروا قاعدين كله بحب الإسماعيلي وكلما قابلك كابتن لا نوع عليك ويبوس مش عايز أي خدمة كابتن الناس كده الناس غلابة واحنا مدناش غلابة الإسماعيلي كابتن عايز